الرئيس السيسي يؤكد ترحيب مصر بتكثيف التعاون مع سريلانكا في مختلف المحافل الدولية الدفاعات السورية تتصدى لخصف إسرائيلي بالسواريخ على مدينة دمشق الصحة تعلن تسجيل 640 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و44 حالة توافع الخامسة صباحاً الثالثة بتوقيت جلانية شموكة الإخبارية أتيكم من القاهرة أهلاً بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي ترحيب مصر بتكثيف التعاون مع سريلانكا في مختلف المحافل الدولية فضلاً عن اهتمام مصر بتعزيز أواصل التعاون الثنائي بين البلدين جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفين الذي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره السريلانكي جوتابابا رجاباكسا وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي إن الاتصال تناول التباحث حول سبل دعم علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وتبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف المجالات بما فيها مكافحة فيروس كورونا بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب باعتباره من أهم التحديات التي تواجه البلدين أعرب الرئيس السيسي لقادة وممثلي الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية عن أمنياته لتحقيق الهدف المنشود من الحوار الفلسطيني لذلك مع بدء الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بدعوة مصرية كريمة وبرعاية الرئيس وانتهت أعماله اليوم الأول للحوار الوطني الفلسطيني لتوقيع الفصائل على ميثاق شرف أكدت خلاله حرصها على سير الانتخابات بشفافية ونزاهة والالتزام بنتائج الانتخابات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية فضلا عن تشكيل لجنة الوطنية لمتابعة الالتزام بأحكام الميثاق هذا من المنتظر استيناف وعمال الحوار الوطني الفلسطيني الأول اليوم للتباحة حول الموضوعات المتعلقة بالمصاري الديمقراطي الفلسطيني بتوجيهة من الرئيس السي سي ارسلت مصر مساعدات طبية مقدمة من وزارة الصحة لكل من جنوب السودان واليمن من جانبهم أعرب مسؤولون الجانب السوداني عن تقديرهم وشكرهم للقيادة المصرية على ما تبدله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها شعب جنوب السودان كما عرب المسؤولون اليمنيون عن بالغ شكرهم للدعم المصرية وعلى أهمية تلك المساعدات في دعم قطاع الصحة اليمني أدانة السعودية اقتحام بعض المتظاهرين قصر المعاشقة الذي تتخذه الحكومة اليمنية مقرأ لها بالعاصمة المؤقتة عدد وأكادت السعودية في بيان صدر عن وزارة الخارجية دعمها للحكومة اليمنية برئاسة محين عبد الملك وهمية منحها فرصة كاملة لخدمة الشعب اليمني دعاية طرفي اتفاق الرياض لعقد اقتماع في مدينة الرياض لاستكمال تنفيذ بقية نقاط الاتفاق قالت وكالة الأنباء السورية أن الدفاعات الجوية تتصدت لعدد من السواريخ الإسرائيلية في سماء العاصمة دمشق وأسقطت عددا منها ولم تشر الوكالة إلى سقوط ضحايا أو خسائر مادية نتيجة القصف الإسرائيلي من جانبها أوضحت مصادر ميدانية سورية أن الضربات الإسرائيلية استهدفت مستودعين للأسلحة تابعين لفصائل مسلحة موالية لإيران داخل مواقع عسكرية بالقرب من مطار دمشق الدولي قالت الوكالة الدولية للتقدرية أن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم بمنشأة نيتانز النووية تحت الأرض باستخدام نوع ثاني من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في انتهاك جديد للاتفاق النووي الموقع عام 2015 وأوضحت الوكالة في تقرير لها أنها تحققت في الخامس عشر من الشهر الجاري من قيام إيران بضخي سادس فلوريد اليورانيوم في سلسلة من 174 جهاز طرد مركزي متطور ركبتها بالفعل في منشأة نيتانز أعلنت وزارة الصحة تسجيل 640 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة إلى خروج 322 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 148 ألف حالة نهاية الموجلز وفي نهاية نوحة علم السادة المشاهدين بأن تردد الإكسرا نيوز الجديد و11785 معادلة ترميز 27500 معامل لسخطاب رأسي شكرا لكم على حسن المتابعة 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 شكرا لكم على حسن المتابعة